ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني اجتماعا مشتركا للجنة الخدمات مع الفريق الحكومي وخلال الاجتماع وتأكيدا على اهمية الصناديق التقاعدية والحرص على تحقيق استدامتها لحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تم التوافق على مد عمر الصناديق التقاعدية والحفاظ على المعاشي التقاعدي للمتقاعدين وأكد الاجتماع على اهمية مواصلة العمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للتوصل الى حلول ناجعة تمكن الصناديق التقاعدية من الوفاء بالتزاماتها ومد عمرها بما يحفظ استمرارية صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والحد من العجز الاكتواري فيما جرى التوافق على عقد مزيد من الاجتماعات المشتركة بين لجنتين الخدمات بمجلس الشورى والنواب والفريق الحكومي في هذا الشأن للوصول الى التوافقات التي تحقق تطلعات المتقاعدين واستعرض الاجتماع ما توصلت اليه الحكومة ضمن مشروع اصلاحات الصناديق التقاعدية والتأمينية والاطار الزمني لمناقشة هذه الاصلاحات الى جانب الوضع الحالي للعجز الاكتواري بالصناديق التقاعدية بناء على مخرجات ما تضمنه المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية